أسرار غريبة تسكن لوحات فنية إن كنت من المهتمين في زيارة المتاحف خلال رحلاتك لبلد ما فلابد أن بعض اللوحات الفنية قد لفتت انتباهك لقوة العاطفة بها حتى إنك تكاد تظن إن اللوحة ستنطق فليس من المستغرب أن تشعر بالحزن أو التعب أو التوتر عند التماع في لوحات فنية معينة لأن الفنان يضع قطعة من روحه في كل لوحة يرسمها واليوم جمعنا لكم عدد من اللوحات الفنية التي أخفت أسرار كبيرة في كل جزء منها لوحة آيزلورث الموناليزا جميعنا نعلم بأن لوحة الموناليزا الشهيرة التي يقصد الزوار من جميع أنحاء العالم متحف اللوفر الفرنسي لرؤيتها والتمعن فيها ولا تزال العديد من الأسرار تسكن هذه اللوحة إحداها متلازمة ستندال التي يقال أن اللوحة تسببها لمن يتمعن بها وتجعل الأشخاص يشعرون أنهم داخل الصورة والبعض ينتهي حاله بالانتحار لكن قل من الناس يعرفون بشأن النسخة الأخرى من الموناليزا وهي لوحة آيزلورث الموناليزا التي رسمها أيضا دافينشي فقد تم العثور عليها ضمن مجموعة خاصة به منذ أكثر من قرن وهي معروضة اليوم في متحف إبرادو مدريد تماما كالموناليزا الأصلية العديد من الأسئلة تدور حول اللوحة وربما يتمكن أحد من حل أحاجي اللوحة الأصلية عبر ربطها بهذه اللوحة في إسبانيا لوحة ستيج كرافت الفنانة ذاورا بي وهي من قدمت هذه اللوحة من صورة فوتغرافية للمصور جيمس كيد المصور قال عندما شهد اللوحة إنه لم يكن هناك رجل على يسار الصورة في ذلك الوقت عندما التقطت الصورة لكنه ظهر بشكل مفاجئ خلال تحضير الصورة ويعتقد أن اللوحة مسكونة لكثرة الأحداث غير الطبيعية التي رفقت تواجدها في أماكن معينة في النهاية كان لابد من حرقها لوحة الطفل الباكي الفنان الإيطالي برونو أماديو قدم هذه اللوحة ضمن السلسلة كبيرة من لوحاته للأطفال اليتامة تم بيعهم للصياح بعد الحرب العالمية الثانية وأشهر تلك اللوحات هي لوحة الطفل الباكي العديد من الجهات في إنجلترا صرحت أن هذه اللوحة ملعونة إذ تقول الأسطورة أن الفنان أشعل النار أمام الصبي لجعله يبكي ويحصل على هذه الصورة وبعد تلك الأسطورة وجدت نسخ من هذه اللوحة في حوالي خمسين موقع تعرض للحرق في جميع إنحاء بريطانيا لوحة السيدة المطر رسمها الفنان الأوكراني سيفيتلانا تيليس وهي صورة غريبة جدا رسمها في خمس ساعات فقط ولكن جميع من شاهدها وجها لوجه شعروا بعدم الارتياح وأقدموا شكاوى من أصابتهم بالأرق والقلق والشعور بأنهم مراقبون بورتريه الجنرال الإسباني بيرناردو دي جالفيز يعتبر فندق جالفيز في غالفستون تيكساس المكان المفضل لهواة قصص الأشباح والأرواح اللوحة المتواجدة في الفندق للجنرال الإسباني جالفيز هي ما سببت الريبة في المكان بعدها لعزبائني منها ظنا منهم أن أعين الشخصية في الصورة تتابعهم أينما ذهبوا لوحة أيادي تقاومه يقول رسام اللوحة بيلستون هوم أنه استلهم الفكرة من طفولته فالدمية في الصورة تشير إلى عالم الأحلام خلف الباب لكن عن أي عالم كائن كان يتحدث ودارت الإشاعات على أن اللوحة مسكونة حسب شهادة البعض ممن اقتناها أن الصبي في اللوحة كان يتحدث في المساء ويتحرك ويقاتل أحيانا كما اشتكل بعض الآخر من شعورهم بالصدع والقلق عند النظر إليها لبرنامج صباح دجلة سر السرع